هذه أبرز العنوينة لويس انريكي يفاجئ الجمهور المغربي ويعود للحديث عن مباراته أمام المغرب في كأس العالم قطر 2022 المدرب هشام تكيك يخرج بهذا التصريح القوي قبل مواجهة منتخب إيران غدا الخميس في ثم النهائي مونديان أسباكستان للفتصال الدولية المغربية نصير مزروية يصدم الجميع ويكشف لأول مرة عن سبب رحيله من نادي بير مونخ الألمانية والاندمام إلى موشيس سريونيت الأهل المصري يستعيد خدمة لاعبه المغربي قبل السوبر الإفريقي أمام الزماليك قبل ما نبدأ ما تنساش تشارك معنا في القناة وتفعل جل الجرس باشي وصلك دائما أخبار المغرب يعتبر لويس انريكي مدرب باريسان جرمان الفرنسي حاليا أنه يحرص على تجهيز لاعبيه دوما على تعامل مع الخسارة ضربا المثل بهزيمته رفقة المنتخب الإسباني على يد نظيره المغربي في ثم النهائي كأس العالم قطر الفين واثنين وعشرون رغم قوله أن المنتخب لاروخا كان الأفضل من أصود الأطلس وقال انريكي في تصريحات أدل بها لقناة موفيستار الإسبانية دوما ما أجهز لاعبي فريقي لكيفية التعامل مع الخسارة حينما أقصينا من كأس العالم بقطر هنأنا المغرب المغرم أننا اعتقدنا كنا الأفضل في تلك المباراة انريكي قد ودع موندي القطر مع المنتخب الإسباني إطرى الهزيم بالركلات الترجيح على يد المنتخب المغربي الذي احتل بعد ذلك المركز الرابع في هذه النسخة المونديالية تشدر الإشارة إلا أن المدرب الإسباني البالغ من عمر الرابع والخمسون سنة يشرف على النادي الباريسي منذ صيف سنة الفين وثلاثة وعشرون ويضمح رفقته هذا الموسم إلى التتويج بلقب دور أبطال أوروبا في تصريحات صحفية مثرة أقر هشامت كريك مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة بقوة المنتخب الإيراني معتبرا إياه أحد أبرز المنتخبات العالمية في هذه اللعبة يأتي هذا التصريح قبل المباراة المرتقبة التي سزمع المنتخب المغربي والإيراني في إطار الدورة الستة عشر من بطولة كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة للصلاة التي تصدفها أسباك السان أشادت كيك بخبرة اللاعبين الإيرانيين وقدراتهم الفنية العالية مؤكدا أن مواجهة ستكون تحديا كبيرا لأسود الأطلسة ورغم ذلك أكد المدرب المغربي أن فريقه استعاد جيدا لهذه المباراة لحسمها من خلال تحليل نقاط قوة وضعف المنتخب الإيراني والتركيز أكثر على التجنب الأخطاء التي وقع فيها الفريق في المباراة السابقة أمام البرتغال قال هشامتكيك مباراة إيران صعبة للغياء فإيران تمتلك تاريخا عريقا في الفوتسال وقد سبق لنا أن واجهناهم في مناسبات سابقة كما وصل إلى نصف النهائي في العديد من البطولات في عام 2016 أقصيت إيران البرازيل وهذا يدل على قوة الفوتسال الإيراني وتطوره الكبير حيث يعتبر هذه اللعبة الرياضة الشعبية الأولى أضفتكيك نحن جاهزون لهذه المباراة وسندخل بكل قوة وعازمة رغم أن فريقنا غير مكتمل وهناك بعض الغيابات إلا أننا سنبدل قصر جهدنا لتأمين بطاقة التأهل إلى الدور المولي تطرق هشامتكيك إلى الأسلوب الذي سيتبعه الفريق من خلال مواجهة الإيران قائلا لدينا أسلوب لاعب خاص بنا وقد عمنا على تطويره مع اللاعبين الشباب لكننا سنضطر إلى التعديل بعض الأمور في هذه المباراة خاصة وأنها مباراة إقصائية أكدت كيك على أهمية التركيز الدهني لللاعبين في هذه المباراة الحاسمة حيث قال نتمنى أن يكون جميع اللاعبين في كل تركيزهم وقدراتهم وأن يقدموا الأفضل ما لديهم من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور القادم كشف اللاعب الدولي المغربي نصير مزراوية ظهير مونشيستر يونيتد الإجليزية عن أسباب رحيله من صفوف بايرميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية انتقل الدولي المغربي نصير مزراوي إلى صفوف نادي مونشيستر يونيتد الإجليزية في المركات الصيفية بعقد يمتد حتى عام 2018 حدد مزراوي سبب رحيله عن النادي البفاري وعن ذلك صرح مزراوي قائلنا إن قارن بين الناديين لا يمكن القول بأن أحدهم أكبر من الآخر لكن إن تحدثنا عن العالمية فربما يحطي يونيتد بالأفضل هذا أحد الأسباب قراري أوضح السبب الثاني بالقول بعد موسمين من اللعب في بايرميونخ كنت بحاجة إلى خطوة أخرى لعدة أسباب شعرت بالراحة هناك لكني أحسست أني قد أشعر بالراحة أكبر في مكان آخر عندما طلب مونشيستر يونيتد مني المضي لم أفكر كثيرا لا أعتقد أنني بحاجة إلى شرح الأسباب انتقالي إلى نادي مثل مانشيستر يونيتد وخاد نصر مزراوي ست مباريات بقميس مانشيستر يونيتد الإجليزي في انطلاق هذا الموسم صنع هدفا وحيدا وقدم مردودا عاليا حاضي بإشادة الإعلام والجمهور الفريق في الدوري الإجليزي كشفت التقارير الإعلامي المصرية أن الدولي المغربي أشرف داري سيسافر مع بعطة النادي الأهل المصري إلى السعودية استعدادا لمباراة كاس السوبر الإفريقي أمام الزمالك المصري المقرر إجراؤها يوم الجمع المقبل في العاصمة الرياضية وحسب صحيفة المصر فإن أشرف داري سيرافق البعطة النادي الأهلي التي ستسافر إلى السعودية استعدادا لمواجهة زمالك في مباراة السوبر الإفريقي بعدما تعاف تماما من الإصابة وبات جاهزا للعودة إلى الميدان كان أشرف داري قد تعرض للإصابة في الكاحل في إحماءات المنتخب المغربي قبل انطلاقات مباراته أمام المنتخب لسوثو وعن ثاني جوالات تصفية كأس أمم إفريقيا في التسع من الشهر الجاري غاب أشرف داري عن مبارايات الأهلي أمام نادي غور ماهيالكيني لحساب الدور الثاني من منافسات دور أبطال إفريقيا بسبب الإصابة في انتظار ما إذا كان المدرب السويسري سيعتمد عليه في مباراة الجمعة القادم ليبصم على أول ظهور له مع النادي الأهلاوية ترجمة نانسي قنقر